أكد المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات بأسيوت أسامة فاروق أن مستشفى إصابات أسيوت تم إنشاؤه حديثاً وألحق به أول مركز طبي على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية لجراحات اليد وإعادة الأطراف المبتورة أكد المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات بأسيوت أن مركز جراحة اليد والجراحات المايكروسكوبية هو أحد مكونات مستشفى الإصابات والطوارئ الأكبر من نوعي على مستوى مصر والشرق الأوسط تقدم وتطور كبير يشهده القطاع الصحي في مصر في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة للمواطنين وبناء الإنسان هنا في جامعة أسوت ذلك الصرح العلمي الكبير تم افتتاح أول مركز طبي على مستوى الجامعات المصرية والإفريقية لجراحات اليد وإعادة الأطراف المبتورة المركز بساعة حوالي 120 سرير به 8 غرف عمليات به 20 سرير عناء مركزة به 12 غرف إفاقة والمركز بصدد افتتاحه تم افتتاح مستشفى الإصابات الحمد والمبنى الرئيسي وبصدد افتتاح المركز في خلال الأسابيع القليلة القادمة ويعد مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية أحد مكونات مستشفى الإصابات والطوارئ الأكبر من نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط بتكلفة مليار جنيه المركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية وهو الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية وهو تعمل بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه ويحتوي على أحدث التجهيزات بالنسبة لجراحات الميكروسكوبية من ميكروسكوبات جراحية بالإضافة لغرفة نامر مركزة مجهزة بأحدث التجهيزات بالإضافة لأجهزة التخدير الحديثة والأجهزة المساعدة التشخصية المركز يهدف كذلك إلى تدريب الأطباء المصريين والأجانب على ذلك النوع من الجراحات حيث يشتمل على معمل مهارات جراحية يتسع لعشرين ميكروسكوبا تجريبيا نحن عندنا واحدة جراحات الميكروسكوبية من المراكز المتخصصة في علاج إصابات اليد وإصابات الأعصاب والأوعية الدموية ونقل الأوطار وإعادة توصيل الأطراف المبتورة وهي من الوحدات المتميزة ليس فقط في صعيد مصر لكن على مستوى جمهورية مصر العربية وافد إليها المتدربون من كافة أنحاء مصر والدول العربية المجاورة هذه نظام الكابسولة هذا نظام حديث على مستوى مستشفيات جامعة أسيوب ضربناهم على نظام الكابسولة والتبع عن نظام التدريب وفيه عندنا برضو العناية هنا برضو ضربناهم على العناية وفيها نظام حديث والماشين وكل حاجة حديثة فيها ضربناهم عليها ويقام مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية على مساحة 1600 متر مربع حيث تم تصميمه وفق الأكواد العالمية والمصرية المتخصصة في تصميم المباني العلاجية